عملية الساطور هكذا أطلق قراصنة إيرانيون على عملية اختراق وتسلل لبنية معلومات حيوية عبر مواقع في الإنترنت تتبع أكثر من خمسين شركة ووزارة في ست عشرة دولة من بينها شركات طيران وطاقة واتصالات وتمكنوا من الوصول إلى بيانات ومعلومات حساسة وبحسب مؤسسة كايلانس الأمنية في كاليفورنيا فإن حكومات عدة تسعى لمعرفة المدى الذي يمكن أن تصل إليه قدرات إيران في شن الهجمات عبر الإنترنت أعتقد أن الفضاء الإلكتروني أصبح ساحة المواجهة الرابعة في عالم اليوم وأن الدول الكبرى ترغب ليس فقط في جمع المعلومات بل أن يكون لها موضع قدم في البنى التحتية الأساسية المتعلقة بهذا المجال لدى خصومها وذكر باحثون أن قدرات إيران نمت بسرعة منذ أربع سنوات فطهران تسعى للانتقام من حملة قرصنة غربية كبدت برنامجها النووي خسائر كبيرة كما أوردت النيويورك تايمز إيران من جانبها وصفت التقرير بالمزعوم ولا يستند إلى أساس أنه يهدف إلى تشويه صورة طهران وتعطيل المحادثات النووية الحالية بحسب مندوب إيران بالأمم المتحدة وبينما رفض مكتب التحقيقات الفدرالية التعليق علنا على التقرير أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى توجيهه تحذيرا سريا للشركات الأمريكية من تعرض قواعد بياناتها لهجمات مدمرة تمحو أقرص الذاكرة الصلبة بالكامل ما يؤدي إلى خسائر بمليارات الدولارات وكانت روسيا والصين اتهمتها مرارا بالقرصنة على معلومات والهجوم على بنية تقنيات متطورة في الولايات المتحدة وأخيرا اتهمت كوريا الشمالية بعد إفصاحها عن نية تنفيذ هجمات ردا على فيلم كوميدي يتحدث عن مخطط لاغتيال زعيم كوريا الشمالية ياسر محمد علي العربية